مناطق جنوبي أثيوبيا هي الأكثر إنتاجاً للفاكهة حيث وفرة المطر وخصوبة الأراضي وبينهما يد عاملة عوامل تساعد المزارعين في التوسع تجاه الكثير من المنتجات التي من خلالها تتم تغذية الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء المحلي نزرع هنا الأنناس وخلال ستة أشهر يمكننا الحصول على محصول جديد نقوم ببيعه في الأسواق للحصول على المال وتتعدى فوائد هذا المنتوج الأسرة إلى المجتمع المحلي والمنتجات التي تعرض في الأسواق ترتفع أسعارها أو تنخفض حسم العرض والطلب تتميز الزراعة هنا بالتنوع بين شجيرات البن التي تغطي مساحات شاسعة في الجبال وسط الغابات وبين أشجار الفاكهة التي تغطي مساحات أخرى في الأراضي المنخفضة لكن الأسواق ما تزال عاجزة عن استيعاب هذه المحاصيل نزرع هنا في هذه المنطقة أنواع مختلفة ويمكن الحصول على منتج لعدة مرات خلال العام الواحد أغلب المزارعين هنا يزرعون الأنناس ويمكن بيع القطعة الوحدة بدولار أو أقل بقليل وبالرغب من وفرة الإنتاج فإن المزارعين يشتكون من عدم وجود أسواق قريبة فضلا عن الفوائد الكبيرة التي يجنيها التجار ويحرم منها المزارعون في بلاد تتوفر فيها الأيد العاملة ويعمل 80% من سكانها في الزراعة تتصدر أقاليم الجنوب منتجات الفاكهة بمختلف أنواعها ما يجعلها وجهة للتجار والمستثمرين الراغبين في التسويق داخل أثيوبيا والتصدير إلى الخارج جابر منصور سكانيوز عربية أقليم السيدامة جنوب إثيوبيا